أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج قبس الشهادة ابقوا معنا نبدأ معكم من مقالة وعنوان للدكتور أحمد الجراح مقالة بعنوان النصب التذكارية في العراق الواقع والدلالات تحدث فيها عن أهمية النصب التذكارية التي تعكس ثقافة وحضارة المجتمعات وتحدث عن ما كان في زمن النظام المقبور من عدد من النصب التي كانت تمجد للطاغية وعلى أهمية وجود نصب تذكارية تبين ما تعرض له الشعب العراقي من عذاب من قبل النظام البائد تعالوا معنا نطالع هذه المقالة المقالة تتحدث عن النصب التذكارية التي تعتبر ثقافة وحضارة المجتمعات لتكون دل على تاريخ البلدان ومسيرته من خلال تخليد رموزه وقضاياه العامة كصورة حية تستنهض في نفوس الأجيال المفاخر والتربية نحو الاقتداء بتلك المحطات والقامات التاريخية لتعكس وقع البلد وحضارته وإحياؤها كذكرة وطنية تنمي الشعور بالمسؤولية والحث على الاستفادة منها في صناعة المستقبل لأبنائه العراق بلد عريق بثقافته وتاريخه القديم وما مر به من أدوار وأحداث لم تجد النور في معالم بارزة تكون محط اعتزاز لمواطنيه أولا ومن ثم التعريف به أمام السائحين الأجانب مع أن الحديث في النصب هو حديث عن فن وثقافة وبراز معالم لكن التركيز على المسؤولية الملقاة على المعنيين في إحيائها له الأهمية الكبرى في الوقت الحالي والحديث في ذلك يبتعد عن فن ومراعاة قواعده من أجل تجنب الابتذال مثلا والإساءة في إنشائها لنصل بذلك إلى التأكيد على أهمية التفكير الواقعي والمباشرة بالأعمال المناسبة مع ما تقدم من دلالات للنصب التذكارية كمعالم للبلاد في هذه المقالة البسيطة الجميلة بيّن الدكتور أحمد الجرح أهمية هذه النصب خاصة بعد سقوط الطاغية وما نحتاجه من عدد من هذه النصب لتحكي وتبين للعالم ما مادة تأثير الشعب العراقي من أذى من قبل الطاغية مشاهدين الأعزاء متواصلين معكم في قبس الشهادة لهذا اليوم ابقوا معنا مشاهدين وصلنا بكم إلى فقرة أخرى وهي قصة قصتنا لهذا اليوم ضمير الشهداء رسالة شهيد في زنازين البعث إلى زوجته لفاضل إبراهيم تحدث فاضل إبراهيم في هذه المقالة عن الأذى الذي كان يتعرض له المعتقلين بان حقبة النظام البائد وما كان يمر في داخلهم من حزن وأسى نتيجة فراق أهلهم وزوجتهم نطالع هذه الرسالة رسالة شهيد في زنازين البعث إلى زوجته من معتقلات الظالمين من مكان يملأه الألم والعزة وليس النحيب أو العويل سجون تعطرت أرضها بدماء جراح العشقين للشهادة وأنا هنا وعلى موسيقى رقصات الشوق مع الحنين إليك يا زوجتي التي لم تفارق بسمعي منذ أن تركتك ورحلت نحو زنازين الفاسقين سمحيني على الفراق الذي فرضه الدهر علينا سمحيني فلقد عزفت كربلاء الحسين عليه السلام على مسامعي أشد الترانيم الوجع والأحزان فصرت بعد ذلك هائما بين آخرة خلد ودنيا مبنية على الظل والحرمان سمحيني فلقد أمرت مواكب السبايا على نظري بأعطى صور الألم والخذلان سمحيني ولا تلوميني فماذا بيد من انتزج أصل وجوده بولاية أناس قد أكتب عليهم ولمن ولاهم أن يسقوا من عذبات الأسى حتى يحين موعد الظهور واللقاء يا زوجتي أحببتك بالصدق والمولى هو العالم بالوجدان يا زوجتي عشقتك لأنتك نعمة تكرم علي بها الله في دنيا الخذلان ولكن يا فرحة عمري أنا وأنت لسنا أفضل من سادة الجنان حسيننا وزينبنا وباقي الخلان فها أنا يا زوجتي سأنهض لأسقي نفسي مر الصبر وثقي أني متوجع علي البين مطمير الظلام هاما يا فرحة حياتي أقف أنتظر أن تزهق روحي في ذاء للحسين وعلى طريق الحسين الذي هو بوابة رحلتي وبعدها سأكون لك من المنتظرين هذا كان وقع المعذبين والمسجونين الذي كان النظام البائد يزجهم في السجون ويمنعهم من أن يلتقوا بعوائلهم وأسرهم كان وقع أليم وكانت هذه القصة أو الرسالة نموذج لواحد من بين آلاف ومئات من الشهداء رحم الله كل شهداءنا وأسكنهم في فسيح جناته أهلا بكم من جديد مشاهدين الأعزاء وصلنا بكم من إصدارات مؤسسة الشهداء الإصدار لهذا اليوم ضمن سلسلة إصدارات دائرة العلاقات العامة والإعلام لقسم الإعلام مجموعة من الكتب من بينها اليوم نتحدث عن كتاب وسائق لا تموت الجزء الثاني كتاب يستعرض فيه وسائق حية من جرائم البعث التي ارتكبت بحق الشعب العراقي وانتهاكات حقوق الإنسان وظلت تتصدر لعقود من الزمن فهي عقود حكومة البعث العراقي في تلك الحقبة السوداء إذن كان من بين إصدارات المؤسسة في قبس الشهادة كتاب عنوان وسائق لا تموت هذا الكتاب يتحدث عن سيرة الشهداء وما كانوا يتعرضون من أساليب تعذيب وأذى مشاهدينا كنا معكم في جولة سريعة ومطالعة في قبس الشهادة لهذا اليوم انتهت رحلتنا لهذا اليوم كان معكم في الإعداد والتقديمنا محمد دمتم في إمان الله وحفظه ورعايته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة